لذلك أكد القيادة في تحالف القرار النائب طلال الزوبعي وقوف عشائر حزام بغداد مع دعوة السيد مقتضى الصدر القيادة السنية إلى مغادرة المحاصصة ونبذ الفاسدين والمتهمين بالفساد الزوبعي قال في حديث للرشيد إن زعماء العشائر في مناطق حزام بغداد يدعمون وبقوة دعوة السيد الصدر إلى إصلاح الوضع السياسي بشكل عام والسني على وجه الخصوص مشيرا إلى أن العشائر تشد على يده في محاربة الفاسدين والمتهمين بالفساد والإطاحة بهم وعدم السماح لهم بالدخول إلى الحكومة الجديدة من جديدة وكان السيد مقتضى الصدر قد دعا في تغريدة له على تويتر القيادات السنية في البلاد لنبذ المحاصصة ومحاربة الفاسدين